بعد اعلان البنوك التجارية في عدن الاضراب الشامل نتيجة حادثة اقتحام البنك الاهلي في المنصورة عقد نائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع اجتماعا امنيا مع مدراء البنوك التجارية في عدن نتج عن الاجتماع قفو الاضراب من قبل البنوك مقابل تقديم السلطات ضمانات بتشديد القبضة الامنية وخصوصا امام مقرات البنوك والمصارف المالية ادارة امن عدن نشرت في صفحتها على فيسبوك بيانا قالت فيه انها القت القبضة على العصابة التي اقتحمت البنك الاهلي وحتى الان لم تظهر اي صور لأفراد العصابة في قبضة الامن جريمة اقتحام البنك الاهلي من قبل مسلحين ارتدون بالذات عسكرية هزت مدينة عدن كونها مؤشرا خطيرا يشير لأحد احتمالين اما ان هذه الاجهزة مخترقة من قبل العصابات او ان جزءا من هذه الاجهزة اصبح يعمل كعصابات خارج القانون تعاود هذه الاختلالات الامنية الظهور بعد ان شهدت العصمة المؤقتة عدن تحسنا كبيرا في الملف الامني خلال الاشهر الماضية الاعتداء على خطوط الكهرباء قضية جديدة تضاف الى ملف الاختلالات الامنية في المحافظات الجنوبية حيث تعرضت خطوط نقل الكهرباء ما بين عدن ولحج الاعتداءات من قبل مجهولين ما ادى الى غراق عدن في الظلام لساعات طويلة يتسأل كثيرون ما اذا كانت التجاذبات السياسية في الجنوب بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يمكن ان تؤثر سلبا على مصالح المواطنين فالمواطن الذي ذاق الويلات جراء حرب الحوث وصالح لم يعد بامكانه ان يصبح ورقة ابتزاز من قبل من جاءوا بعدها